أهلاً مساء الخير ساميرا مساء الخير مشاهدين سلسلة من الاضطرابات الجوية إن شاء الله رح تكون على موعد بالمناطق الشمالية بداية من نهار اليوم الاثنين مساء نهار اليوم الاثنين تستمر أمطار إن شاء الله في التساقط إلى غاية صبيحة يوم الخميس المقبل وبكميات رح تكون جد معتبرة يرتقب أن تصل أو تتعدى 60 مم محلين وهذا طيلت فترة التساقط يعني من يوم الاثنين إلى غاية يوم الخميس إن شاء الله لكن ذروة التساقط والأمطار ستكون أكثر غزرة وأكثر اعتباراً خاصة يوم غد الثلاثة بحولها إن شاء الله يعرفتكم أمطار خير ونشوفوا مع بعض التنبيه فيما يخص تساقط أمطار رعدية غزيرة إن شاء الله بداية من منتصف نهار اليوم وهذه الأمطار إن شاء الله يرتقب أن تستمر إلى غاية منتصف الليلة على الأقل وبكميات تتراوح ما بين 20 و30 مم محلياً الولايات المانية كل من الجزائر العاصمة تيبازا كذلك سيدي بالعباس تيسم سيت الأغوات الشلف برج باريج غليزان بجاية المسيلة تيارة ميلة أم البواقي كذلك ولاية قلمة حتى ولاية استيف تيزيوزو باتنا الجلفة اليمسان قسنطينا سكيكدا البيض جيجل سعيدة عند دفنة مدية عامة بومرداس لبويرة كذلك ولاية المعسكر حتى ولاية تنتبه مع بعض الولايات المانية معسكر البوليدة وولاية أولاد جلان إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير وفي هذا الإطار نشوف مع بعض إن شاء الله خلال الساعات المقبلة يداية من يوم غد الثلاثة إلى غاية يوم الخميس إن شاء الله نحظه صباحة يوم غد أمطار غزيرة تكون معتبرة محلية إن شاء الله مرتقبة على جل المناطق الشمالية على فترات بكميات يرتقب أن تترح بين 30 حتى 40 مليا متر وهذا على كل من ولاية معسكر تيار سيدي بالعباس عيدة الجلفة كذلك لغوات البيض حتى لويديت مصد غانم الشلف البليد دالمدية الجزائر العاصمة تيبازا بومردس كذلك على البويرا سطيف قسنطينا برج بوري جباتنا وسوق أهراس حتى لويديت قلمة إن شاء الله إن شاء الله يا رب تكون أمطار خيرا نلاحظه يعني الأمطار تستمر في التساقط إلى غاية صباحة يوم الخميس المقبل إن شاء الله وذروة التساقط ستكون إن بحول الله خاصة يوم غد الثلاثة خير توزيع الكتل الهوائية ودرجات الحرارة المرتقبة خلال الساعات المقبلة خاصة مع استمرار تساقط الأمطار بحول الله نلاحظه درجات الحرارة الدنيا تبقى دايما يعني الأجواء باردة خلال الصباحة والفترة الليلية نسجد بحول الله ما بين حوالي 12 إلى غاية 16 درجة على مجمل المناطق الشمالية للبلاد فيما يخص المناطق الجنوبية راح تروح ما بين 14 إلى 18 درجة أما عن الظاهرة هي الأخرى درجات الحرارة تكون فصلية إن شاء الله بشمال البلاد ونبقى ونسجل بحول الله ما بين 18 درجة كأدنى مقياس خلال الظاهرة وأعلى مقياس حوالي 28 درجة أما بالجنوب الجزائي كذلك سيتأثر بالهواء البارد وعالي يرتقب أننا نسجل بحول الله ما بين حوالي 30 إلى غاية 39 درجة كأعلى مقياس مرتقب على مدينة ردغان إن صلح وكذلك أدرى بالنسبة لحالة البحر مشاهدين في داية هرمين يوم غد الثلاثة وإلى غاية يوم الخميس إن شاء الله يوم غد حيكون بحر هادئ وجميل كما نلاحظوا في الصورة على طول شرط الساحل مع رياح ضعيفة سرعة تما بين حوالي 10 حتى 20 كم في الساعة وتجاه الموجة حتى بقديم شرقية تماما على سواحل الشرقية والوسطى وتكون شمالية شرقية على سواحل الغربية أما عن يوم الأربعة وإلى غاية يوم الخميس سيكون بحر هادئ إلى قليل إتراب مع رياح تروح سرعة تما بين 20 حتى 40 كم في الساعة وتجاه الموجة راح تكون شمالية شرقية تماما على سواحل الغربية والوسطى وتكون شرقية تماما على سواحل الشرقية أجواء نوعا ما غير مستقرة بحول الله مرتقبة خلال ساعات المقبلة أمطار رعدية وتكون غزيرة ومعتبرة محليا عبر مختلف المناطق الشمالية حتى على شمال الصحراء والكميات طيلة فترة التساقط بداية من يوم الاثنين ونهار اليوم الاثنين أقول وإلى غاية يوم الخمس بحول الله راح تتعدى الستين ملمتر محليا إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير